سيدنا معاوية بن الحكم كان بيحكي أنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي بالصحاب فعطى سراجل من الصحابة في الصلاة فقال الله سيدنا معاوية ارحمك الله فبيقول فيقول سيدنا معاوية فرماني القوم بأبصارهم كي لا أتكلم في الصلاة وبعضهم يقول لك في بعض الرواية ليه فصاروا يصمتونني يسكتوني كده يعني بالطريقة دي عطس في الصلاة فبيقول له ارحمك الله في الصلاة فلما صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا الحال فبيقول ايه فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه يا سلام يا جمالك يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالله ما كهرني وما نهرني قال يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فإلا حصل ما نهرهوش ولكن علموا قيمة صلى الله عليه وسلم موسيقى